اشتركوا في القناة ولكن وضع هذا المشروع الإسلامي المتكامل اختلف المسلمون في طريقة وضعه على أرض الواقع هناك أسلوبين الأسلوب الأول الذي نطلق عليها الأسلوب الشيعي الذي يعتمد في الدرجة الأولى على الأسلوب المعتدل السياسي والأسلوب السني الذي يعتمد على الأسلوب المتطرف العسكري وكل واحد من هذم الأسليب له جذوره في بداية الدعوة الإسلامية وله رجاله وله تاريخه على طول تاريخ العالم الإسلامي وله أحزابه وأنصاره وكتبه اليوم وفي هذه الفيديو سوف نتكلم عن الأسلوب الأول الذي نطلق عليه الأسلوب الشيعي نعرف أنه رمز الشيعة هو علي إذن من هنا نفهم أن التشيع يستمد جذوره من قبل الدعوة الإسلامية المحمدية بل كان هو المحضر والباني لهذه الدعوة والمصاحب لها من أولها أي أن التشيع هو بذور الإسلام الأولى وهذه حقيقة يعرفها كل باحث في التاريخ الإسلامي خاصة قبل ظهور الإسلام السؤال الأول الذي نطرحه من هو علي؟ وماذا يمثل في عصره؟ ومن هم حوله؟ علي في الحقيقة يمثل الشباب والقوة والذكاء والمعرفة والحيلة والسياسة والثقافة ومن حوله هي طبقة من المثقفين الواعيين المتنوعين الأعراق والثقافات والمعدقدات مثل أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، وخديجة، وورق بن نوفل وغيرهم من المثقفين في مكة إذن النجم نقوله إلي الإسلام القاعدة متاعه الأساسية كانت على طبقة جداً مثقفة في مكة وطبقة النجم نقوله لها مبادئ وليس طبقة تبحث على المال أو ما يسمى متاع الحياة الدنيا وإنما طبقة تبحث عن التغيير والتجديد والرقي بالمجتمع العربي الجاهلي إلى مرتبة أعلى وأسمى مما هي عليها إذن يمكن القول أن الإسلام قام في الأول على طبقة مثقفة وواعية ومتنوعة في الأعمار والثقافات والمعتقدات والأعراق وأن الدعوة في الأول كانت سرية حتى قبل الإعلان على النبوة وخاصة من أنصار لا يتعدون العشرات ثم عندما بدأ محمد بالإعلان بالدعوة بعد عدد سنين من إعلان النبوة اقتصر في الأول على الأقربون وعلى العائلة والمعارف لكي يزيد في عدد أنصاره ومن هنا بدأت الدعوة تصبح علنية بعد أن اكتملت تنظيمها ووضع محمد وأصحابه الأسس متاحة على قواعد سليمة وبعد ما أنهى محمد المرحلة السرية وبعد ما وضع القواعد وبعد ما بنى الكوادر وحدد الطريق الذي سوف يسير فيه وحدد المشروع الذي يريد أن يحققه بدأ بالدعوة العلنية وأول ما بدأ بدعوة عيلته وقتها قال الآية القرآنية اللي تقول وانذر عشيرتك الأقربين وتعرفوا القصة والقصة هي سنية صحيح موجودة عند الشيعة ولكن أيضا موجودة عند السنة ومعترف بها وقتها محمد قال علي حضرنا ماكلة واعزم العائلة كاملة علي حضر الماكلة واعزم العائلة كاملة وبعد لكملوا كلاو قام محمد وعمل لهم خطبة طويلة وعريضة ثم قال لهم قد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم فحتى حد ما قام إلا علي قام قال له أنا ثم تفرق القوم وأعاد ذلك مرة ثانية ومرة ثالثة ولكن لم يتبعه أحد من عائلته وكل مرة يقوم علي ويقول له أنا يا رسول الله ومن هنا النجم يبدأ يظهر التشيع في بداية الدعوة الإسلامية رغم كما قلت لكم التشيع هو أقدم من بداية الدعوة بل هو الذي شارك في تحذير محمد لهذا المشروع الإسلامي للعرب وأن نلاحظوه ونفهموه أن هذه النواة الأولى متاع الإسلام كانوا عباد ما يؤمنوا بالعروبة وإنما كانوا يؤمنوا بالعالمية لتنوحهم الثقافي والعرقي يعني هما كانوا محبوش يسر العادات والتقاليد العربية ويحبوا يغيروها ويبدلوها ويقدموا نظام عالمي جديد هذا الشق العالمي الذي يقوده علي بدأ يضعف ويتقوقع على نفسه مع بداية دخول طبقة جديدة من العرب في الإسلام مثل أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم وهما سوف نتكلم عليهم عندما نتكلموا على السنة هما يمثلوا الطبقة القومية العربية وأصحاب المراكز والقرار وأصحاب التأثير السياسي وأصحاب القوة الاقتصادية وأصحاب المصالح وكلما يزداد هؤلاء عددهم كلما يتحول علي وأنصاره إلى السرية أكثر فأكثر وهذا طبيعي لكي لا يعطل الدعوة الإسلامية من جهة وكي لا يصطدم بهم ولكن في نفس الوقت كان يحضر لما يسمى خلافة محمد وكان محمد يلمح لذلك مرة بطرق مباشرة مثل عندما يقول لعلي إنك بمنزلة هارون من موسى إلا أن لا نبي بعدي أو قوله من كنت مولاه فعلي مولاه وغيرها من الأحاديث السنية التي تدل على أن محمد كان يحضر علي للخلافة من بعده ولكن في نفس الوقت كان محمد يستعمل طرق غير مباشرة لأنه كان يخاف من ما يسمى العصبية العربية التي يمثلها عمر ومن حوله والتي كان عندهم قوة قوية من الرجال ومن المال ومن التأثير في المجتمع القرشي فلهذا محمد كان يخاف أن يتقلبوا عليه وأنهم يعديوه هذا كعليش كان يسيسهم في كثير من الحالات ويحقق لهم رغباتهم ويمتثل في كثير من الأحيان لأوامرهم ويحاول بشميعهم على خطر محمد كان يعرف كان يخسرهم الدعوة بتاعه لكلها بطيح في الماء وهؤلاء كانوا يعرفوا أهميتهم هذا كعليش كانوا يضغطوا على محمد في كثير من الأوقات من أجل أن يحقق طموحاتهم إذن بعد ما عرفنا أن المشروع الشيعي هو قديم قدم الإسلام بل يعتبر هو بذور للإسلام هوني نحاول بش نجاوبوا على زوز أسئلة مهمة السؤال الأول ما هو المشروع الإسلامي الشيعي والسؤال الثاني كيف يتم تحقيقه وما هي أهدافه أما الإجابة على السؤال الأول ما هو المشروع الإسلامي الشيعي هو مشروع عالمي ليس مختصر على العرب والعروبة فقط بل هو أكبر من ذلك بل هو قاضي على كل قومية مهما كانت ويعوذ القوميات بالقومية الوحيدة التي هي القومية الإسلامية وهو مشروع متطور وليس جامد ولا ينتهي بموت محمد بل متواصل من خلال الأيمة الاثنى عشر الذي يعتبرون عند الشيعة معصومين على الخطأ ويعتبرون حجة الله على الأرض إلى ظهور المهدي الذي بظهوره تنتهي الرسالة الإلهية وتصل الإنسانية إلى مرحلة ما يسمى خلافة الله في الأرض إذن المشروع الشيعي هو مشروع إمبريالي عالمي من أجل السيطرة على العالم وفرض الفكر الإسلامي ويعتبرون أنفسهم ورثث اليهود الذين خانوا الأمانة فغضب الله عليهم ولعنهم وتردهم من رحمته وعوضهم بالمسلمين الشيعة لتحقيق الخلافة الإلهية على الأرض وفي الكون وذلك لا يتحقق إلا بالقضاء كليا على اليهود لأنهم تحالفوا حسب وجهة نظر الشيعة مع الشيطان ضد الله من أجل منع خلافة الإنسان على الأرض إذن بعدما علمتم المشروع الإسلامي الشيعي الخطير على الإنسانية نحاول أن نجيب على السؤال الثاني كيف يرى هؤلاء تحقيق ذلك؟ الشيعة يرى أن الذي عطل تحقيق المشروع الإسلامي الحقيقي الذي بالنسبة لهم المشروع الشيعي هو اختصاب عمر وعصابته للخلافة الإسلامية بعد موت محمد لهذا تبدلت الخطة كان من المفروض بعد موت محمد علي يأخذ الخلافة ويطهر جزيرة العرب من اليهود والنصارى ويقوي المسلمين في جزيرة العرب ثم يدعون الأمم الأخرى للإسلام عبر مراحل دون استخدام السيف والغزو وذلك مدة أثناش إيمان يحاولون أن يقنعون الشعوب الأخرى بالإسلام بالحجة والدليل والحوار كما فعل محمد في مكة قبل الهجرة إلى أن يظهر المهدي الإمام الثاني عشر حيث تنتهي المرحلة السلمية كليا وتبدأ الدعوة بالسيف بقيادة المهدي المعصوم لكي يطهر الأرض من كل المشركين ومن كل الكفار الذي لم يتم إقناعهم بالأسلوب السلمي وهكذا يتم قيام الخلافة الإلهية في الكون إذن بالنسبة للشيعة الغزو بالسيف واستعمال القوة ضد الشعوب الأخرى من أجل إرغامها على الدخول للإسلام لا يكون بعد موت محمد وإنما بعد ظهور المهدي الإمام الثاني عشر لهذا الشيعة يعتبرون الغزوات اللي قام بها أبو بكر وعمر وغيرهم من الأمويين وغيرهم هي عبارة على احتلال ونهب وسرقة ليس لأنها بالفعل احتلال ونهب وسرقة وإنما لأن بالنسبة لهم يجب أن تكون هذه الاحتلالات تحت راية الإمام المهدي الإمام الثاني عشر وعندما اختصب أبو بكر الخلافة تعطل المشروع الإسلامي الشيعي وتحول إلى سرية خاصة بعد موت فاطمة ومبايعة علي لأبو بكر بالقوة ومن هنا بدأ علي وشيعته في التآمر وأحداث الفتن بين المسلمين في عهد الخلفاء الثلاثة إلى انتهى الأمر بمقتل عثمان واستيلاء علي على الخلافة لم ينعم علي بالخلافة حتى خرجت عليه عائشة مطالبة بدم عثمان ووقعت ما يسمى بحرب الجمل ثم خرج عليه معاوي ابن أبي صفيان هو أيضا مطالب بدم عثمان ووقعت حرب صافين وانتهى الأمر بما يسمى حرب الخوارج وقتل علي وردم مرة أخرى المشروع الشيعي الإسلامي وهنا عاد الأيمة متاع الشيعة إلى السرية والتآمر بالحسن ثم الحسين وقتل الحسين وعاد الشيعة مرة أخرى إلى السرية والتآمر من أجل إسقاط ما يسمى الخلافة الأموية ونجحوا أخيرا في إسقاط هذه الخلافة وقيام ما يسمى بالخلافة العباسية ولكن هذه الخلافة لم تلبي لهم رغباتهم ولم تعين أئمتهم كخلفاء على المسلمين بل الخلافة العباسية ذهبت أكثر من ذلك حيث لاحقت إمامهم الثاني عشر الذي اصطر إلى الاختباء ما يسمى بالغيبة الصغرى ثم الاختباء الكبير بما يسمى الغيبة الكبرى لهذا بدأوا يتآمرون عليها ونعرف أحنا التآمرات الشيعية عبر التاريخ وأحداثهم للفتن مثل القرامطة وقيام دولتهم الفاطمية في تونس ثم في مصر ومحاربتهم للعباسيين ولكن انتهى الأمر بسقوط الفاطميين وسقوط العباسيين وأخذ الخلافة من طرف الأتراك وهنا دخل الشيعة مرحلة جديدة هي مرحلة السكون والسكوت الكلي وعندما أقول سكوت لا يعني أن الشيعة قد توقفوا عن التآمر بل واصلوا خلال الخلافة العثمانية في التآمر إلى أن سقطت الخلافة العثمانية إذن أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو ومع فيديو قادم حيث سوف أتكلم كيف الشيعة تآمروا من أجل إسقاط الخلافة العثمانية وكيف واصلوا في التآمر إلى أن قامت دولتهم إيران وأعلان الخلافة الإسلامية الشيعية التي هي ولاية الفقيه والتي مع الأسف لم يتفطن إليها الكثير ولم يفهموا خطورتها رغم أنها ألف مرة أخطر من الخلافة الإسلامية السنية بقيادة أبو بكر البغدادي نشوفوا الناس يصيحوا ويعيتوا ويقولوا أن السنة أعلنوا خليفة للمسلمين اللي هو أبو بكر البغدادي ولم يتفطنوا أن الشيعة أعلنوا الخلافة الإسلامية منذ ألف وتسعة مئة وتسعة وسبعين بولاية الفقيه هذا الكل نفهموه في الفيديو القادم وبإسلامه اشتركوا في القناة